لحاجة للتبحر في علم الفراسة لمعرفة بواطن النظرة الأمريكية للنظير الأوروبي لا يتعلق الأمر بترامب وأن بدى كذلك لعل ما فعله الأخير أنه فقط تخلى عن اللباقة الدبلوماسية لإخفاء التبعية الأوروبية لا غير لقد كشف خلال سنوات حكمه ما كان يترفع الأوروبيون عنه هل هم حقا أسياد قرارهم؟ في ساعات متقاربة يمكن رصد قرارين أوروبيين يعكسان الإخفاء الأوروبية في الخروج من العباءة الأمريكية في القرار الأول ينضم الاتحاد الأوروبي إلى سياسة الضغط الأمريكية ضد سوريا ليصدر عقوبة ضد وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد في خطوة لا تبدو منسجمة مع تراجع صوت المعارك العسكرية في سوريا ولا فائدة مرجوة منها إلا زيادة التعقيد تعقيدا ومساعدة أمريكا في وضع العراقيل في مسار الحل السوري أما القرار الثاني فقد صدر من موسكو مع إعلانها بدء إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة لأن الاتحاد الأوروبي ظل يسلم المعلومات التي يحصل عليها من موسكو إلى واشنطن على الرغم من انسحاب الأخيرة من الاتفاقية لم يستطع إذن الاتحاد الأوروبي على اختلاف دوله وعمق مصالحه الاستراتيجية مع روسيا وشدة تمسكه بمعاهدة أمنية عالية الأهمية لأمنه الاستراتيجي لم يستطع أغضاب أمريكا المنسحبة أساسا من الاتفاق فسارع لتقديم ما تريده من معلومات مخاطرا بالوصول إلى نقطة توتر عالية يدفع بنفسه ثمنها يكاد التمايز الأوروبي الأمريكي في المواقف السياسية لا يتجاوز حد الاختلافات الهامشية للأمر أبعاد سياسية تتعلق بالمصالح المشتركة وأبعاد فكرية تتعلق بجذور الفكر الاستعماري المشترك بين الطرفين وأبعاد اقتصادية تتعلق بهيمنة الدولار الأمريكي وقوته ترجمة نانسي قنقر